السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلب الله بريب 1 اهلا وسهلا بكم with you mr. محمد النادي. today inshallah will complete jump 3. unit 4 lesson 4 congruent triangles. تعرفنا حبيبي في اللسن اللي فات في ال congruent عرفنا وضزت مين congruent وعرفنا ان ال congruent عندك حانا اقول ان two sides are congruent او two lines are congruent لما يكون two lines dual there are equals ولما يكون عندك two angles are congruent when they are equal. النهاردة بقى بكمان خدنا المرة اللي فاتت في ال congruent of polygons انه ممكن يكون عندك two polygons are congruent لما بالله ان ال sides اللي هنا congruent to the corresponding side into the other shape. لكن النهاردة زي متى فهنا نتكلم عن special case شوية بدلا ما بتكلم عن polygons in general زي المحاضرة اللي فاتت لان النهاردة بنتكلم بس special case على مين على triangle. فبيقول لك ان ممكن في triangle انت عارف ان triangle بيكون عنده three sides with three angles. يبقى اي triangle في الدنيا عنده three sides with three angles. يبقى triangle عنده six elements. three sides with three angles. بيقول لك اذا two triangles are congruent امتى? if each element of the six elements of one of them is congruent to the corresponding element in the other triangle. فبيقول لي اول حاجة زي ما اتفقنا في اللي سنة اللي فات ان عشان يكون two polygons or two triangles are congruent لازم ألاقي six elements الموجودة في the first triangle congruent to the corresponding elements in the second triangle. for example ها لو انا معايا triangle زي ابي سي و اكس واي زد عشان نولتو triangle دول اركونغرنت لازم نلاقي ان الاب equals المين لل اكس واي ولازم نلاقي ان الاسي equals ال اكس زد والب سي equals تو واي زد and measure angle a equals measure angle x measure angle c equal measure angle z و measure angle b equals measure angle y. اول ملاقي six elements دول تحققوا معاك ساعة هقدر اقول ان two triangles are congruent congruent خلي بالك وحنا نكتب يعني الاي قدام الاكس البي قدام الواي والسي قدام الزد تمام تمام لان دولة ال congruent طيب هل يا مستر معقول في كل هيجي لي هفضل اعمل بقى بروف ليه six elements قال لي لأ ده بقى مفتاح الليسهم بتاعي النهاردة ان انا مش لازم اعمل six elements كلهم هكتفي بس ب three elements والله لو وصلت ان three elements في triangle الاولاني هم هم زي three elements في triangle التاني ساعتها اقول ان two triangles are congruent اللي بس خلي بالك مش اي three elements ده انا احددهم لك ب special cases طيب ها نكمل كلامنا قلنا كده ساعتها خلاص ان two triangles are congruent وعارفين الorder بتاعنا زي ما قدنا منين من المرة اللي فاتت تمام يبقى لازم تكون side opposite للسايد والانجل opposite لمين للانجلز طيب الكيس بقى اللي اتفاقنا عليه ايه وما يا مستر الكيس قال لي فيه عندنا four cases مهم جدا تحفظ four cases دول مش عشان بس prep one لأ ده عشان prep one و prep two prep three وانت شغال الكيس دي تغلت شغالها معاك على طول طيب عشان قول two triangles are congruent اللي اول كيس عندي two sides and including angles this is the first case يبقى كيس نمبر وان بتتكلم عن side angle side احفظ معايا بس الليترز وبعد كده نفهم اس واس يعني two sides وانجل يعني included angle يعني لازم الاقي ايه angle between two sides ما لها هلاقي هما هما three elements دول موجودين في تريانجل تاني دلوقتي حانا هنشرح لك الكيس بس احفظ معايا first case مها s a s two sides and included angle case number two it's two angles and one side يعني a s a two angles and one side زل تلاحظ ان الone side لازم يكون عليه two angles خلي بالك two side one side ده لازم تكون عليه ايه two angles يعني فاش اجيب angle من هنا وangle من هنا لأ لازم يكون نفس side يكون عليه two angles اللي احنا نتكلم عليهم طب الثالث حاجة three sides يعني s s s s s ما لهم هنقول عليهم دلوقتي case number four it's r h s طيب تاني مين هما الفور cases s a s يعني s a s يعني لازم الاقي two sides وانجل ما لهم هنشوف دورتي في الشرح a s a s s s r h s r يعني right angle لازم تلاقي عندك right angle h الول هاي بتانيوز الول هو الابسيت الى right angle و s it's any side okay طيب تعالوا بقى نشوف three cases دول او four cases اللي معنا دول how can we use it يبقى s a s s s a s a s a r h s the first case s a s اول حاجة حبيبي مهم جدا تحفظ the four cases دول ليه ساعات كتير بيجرنا complete في الاكزام كتب لك كده sentence يقول لك two triangles are congruent f ويسكت ويعمل لك dots وتبقى انت تفاكر ان هي كلمة والكلمتين لأ تسنتس كبيرا بتكتبه اللي بقى if two sides لهم الاس والاس and the included angle ليه الاي of one triangle are congruent to the corresponding part of the other triangle again يبقى امتى يكون two triangles are congruent اللي if two sides two sides and the included angle of one triangles are congruent to the corresponding of the other triangle يبقى دي مهمة جدا نحفظ the sentence دي two sides and included angle of one triangle are congruent to the corresponding part of the other triangle برضو يا مستر مش فهم اقول لك بس يا حبيبي لو انا معايا two triangles زي a b c d e f يا ترى دول congruent او مش congruent قال لي مش عارف فبدلا ما اقول على six elements هحتاجة three elements بس هعمل عليهم check فهو بيقول لي ان ال a b equals two d e طالما a b equals d e بقول له بس ده كده اول side احنا لقناه number two قال لك كمان ان ال b c congruent لل e f اقول له بس كده وده side التاني لقناه فضل مين لازم الاقي angle included between them يعني اي included يعني لو دول ال two sides يبقى لازم الاقي ال angle دي equal لل angles اللي هنا اللي ما بين ال two sides اللي احنا اتكلمنا عليهم لو لقناه ال angle وال angle equal البعض ساعتها بقول ان ال two triangles are congruent ليه مستر كونغران لان انا نتيجتها على كيس s a s تاني يبقى عرفت زي ال s a s لقينا first side equal to the first side وال second equal to the second وال angle اللي between them هي نفس ال angle اللي between them هنا وهنا تمام تمام استفيد اي بقى من ال congruent هستفيد بقى ان third side يبقى equal to third side وال angle اللي هنا تبقى ادي ال angle اللي هنا ده اللي انا بستفيد بيه من موضوع ال a ال congruent طيب ريمارك in the case of congruent of two triangle by two side and the angle the angle should be included between the two sides type for example a b c and a b d are two triangles in which بيولي b c equals b d a b is a common side angle a is a common angle but it's clear that triangle a b c is not congruent to a triangle a b d ليه مستر اولو ازاي ان ال اي بي سي كبير ده قوي congruent the triangle الصغير a b d فقال لي اه اصلا ال angle a is not included between the two sides يبقى حتى لو قال لك هما congruent or not congruent تقول له عطوا النوت congruent لان هما شكلهم مش زي بعض طب لو شكلهم زي بعض تبقى تقول لي بقى هما congruent ليه بتدور على two sides يكونوا add بعض وكمان تلاقي ما بينهم ايه common او included angle لازم تكون ما بين two sides are equal case number two a s a طيب يبقى دي كمان لازم نحفظها two triangles are congruent if if ايه بدل ما اقول two sides and included angle هنا هنقول two angles and the side drawn between their vertices يعني لازم الاقي angle وانجل والاقي side مرسومة بين ال vertex بتاعتهم ما قالوا يا مستر of one triangle are congruent to the corresponding parts of the other triangle زي كده ان انا بلاقي first angle equal first angle وبلاقي second angle equals to the second angle and the side join between their vertices equal the side join between their vertices يبقى الصايد اللي هنا والصايد اللي هنا لازم يكونوا ايه equal لبعض هستفيد ايه من الكونغرانت هرجع استفيد بعد كده ان الاب بقى ايقوى للدي اي والا سي تبقى ايقوى المين للدي اف والثيرد انجل ايقوى للثيرد انجل سهلة جدا ووضحة جدا وتعبش نفسي مع الانجل بقولوا two triangles are congruent if each side of one triangle is congruent to the corresponding side of the other دي كمان حفظ يبا احنا خدنا two side and included angle خدنا two angles and the side drawn between their vertices and كمان قلنا ايه وeach side of one triangle is كلهم بيقولوا ايه congruent to the corresponding side of the other triangle زي يمين بقولوا كنان الfirst side equal al first with second equal second with third equal third فوالله لو قلنا الfirst at the first with second زي second with third at the third سيتبقولون two triangles are congruent if each angle of one triangle is congruent to the corresponding angle of the other triangle it's not necessary for the two triangles to be congruent بيقولك لو انا معايا two triangles لو الفرست انجل مسلا هنا 70 وهنا 70 وهنا 80 وهنا 80 وهنا 30 وهنا 30 طب يا ما استرهو الانجلس congruent الوعد هل ده معنا two triangles are congruent بقولوا لا طبعا زي ما انت شايف قدامك ممكن يكون triangle صغير وتريانجل التاني يكون كبير يبقى لما تلاقي عندك ممكن او ممكن لا تماما دايما بقول ايه اخوض عليه على الجينرال كيس لو هما مشارطوا يكونوا اههогда او لاندينا האي حال�� انت فاتعنا عليه اللي هو ايه الار اتش اس. طيب ايه بقى مستر كيز داية ان يكون عندك تو رايت انجل تريانجل. يعني رايت انجل يعني عندك تو تريانجل عندهم انجل بنينتي ديجري. امتى يكونوا كونجرنت تو رايت انجل? هلك لما يكون عندهم الهايبت نيوس اند اصايد افون تريانجل. ار كونجرنت تو the corresponding part of the other تريانجل. يعني ايه مستر? يعني انا معايا تو رايت انجل تريانجل زي اللي قدامنا دول. لازم يكون عندهم لازم يكون عندهم ايه? زي ما احنا شايفين. ادي الريت انجل تريانجل اهي? يبقى اول حاجة لقيتها ايه? نمبر تو. لازم يلاقي الهايبت نيوس هنا وهنا. يعني الهايبت نيوس يا مستر اللي هو اطول صايد في الريت انجل تريانجل هو الابوسيت للريت انجل. لازم اريم هما الاتنين يكونوا كده تمام? تمام. لازم الاقي ان فيه صايد وصايد ايكوال لبقى. ممكن ناخد الصايد ده والصايد ده او الصايد ده والصايد ده. تمام? تمام. يبقى انا كده لقيت برضو اول ما لقيت ساعتها اقوليني وساعتها بنقول يبقى كمان عندي الانجلز ايكوال الانجلز والصايد اللي فاضل عندي يبقى ايكوال الصايد اللي فاضل عندنا. تمام? طيب. يبقى طيب. طيب. تعالوا بقى نشوف ايكزامبل على الكوالي ده. طيب احنا عندنا يا مستر اول حاجة ايه? بيقول لي كده. لو انا معايين يعني انت تقول لي هما كونجرنت ولا كونجرنت ليه? ولو مش كونجرنت تقول لي ليه? عشان نفتكر تاني. يعني ايه كونجرنت? لازم ادور على حاجة من الاربع حاجات اللي اتفقنا عليهم يا اما اس اي اس اي ها? اس 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 اور ار اتش اس. طيب. تعالوا نبص معايا كده على question one. question one هو مدينا. هو بيديك ايه? بقى تلاقي فيه sign زي بعض. علامات زي بعض. العلامات ديت او الماركس اللي زي بعض الدولت. بنونا عليهم ان هم ايه? لو هم ايكوال فابدأ ادور على ثلاث حاجات منه. for example انا عندي اول حاجة هنا عندي الا اي وال اي دي at the same. شوفوا وعمل لهم the same sign. اوكي? يبقى number one you have a e equals e d. this is the first. a e equals e d. يبقى انا كده اول حاجة يا مصر لقيت عندنا ايه? site. number two. كمان مديك ان ال b e وال e c are equal. يبقى لما يكون معايا ال b e وال e c are equal. so it is another site. طب ايه الكيس اللي فيها two side? ياما اس اس. ياما اس اس طيب لما لقي two side لازم الاقي included angle. يعني لازم الاقي الانجل between them. فقال لي فعلا ادي الانجل between them هنا. between the two sides dual. equal to this angle that is between this two side. يبقى number one هنقول عليها. لان هي كرة حققت معنا الكيس اللي هي. اس اي اس. طيب question number two. تعال نشوف كده number two. هنلاقي في ايه? هنالك number one. في عندنا يا مستر رايت انجل ورايت انجل. طب كويس جدا. يعني انجل equal الانجل. والسكند انجل equal للسكند انجل. طب في حاجة تالتة مديهنة? قال لك لأ اما فيش. الله يا انت مديني حاجتين بس وحاجة تالتة مش موجودة. اه. يبقى ينفع? اقول لأ ما ينفعش. it's not congruent لي. it's not enough information. يعني مفيش معلومات كفاية احنا اتفقنا at least. لازم يكون عندك تلات حاجات. في الفرست ترانجل. at the same of three elements on the second triangle. طيب. the third point. ها? congruent or not. قال لي يا مستر شوف. ادي الفرست سايد equal الفرست سايد. يبقى لأ هنا اس. والسكند equal للسكند. اوكي. ادي انا اضر اس. يبقى انا بدور عليه بقى? بدور على included angle. طب الانكلودة انجل هنا اللي هي الايه ما جابش سريت. ها? equal لمن المفروض تكون equal للدي. يا ترى انجل equal الانجل دي. فقال لي لا. يبقى طالما الانكلودة انجل اللي between the two sides. هنا وهنا. is not equal. يبقى ساعدة دي كمان تكون ايه? not congruent. لي يا مستر? لان هي it's not included angle. بص ده هم يديني angle بعيدة عنهم خالص. هما اللي equal لبعض. احنا اتفقنا. لازم الاقي two sides and the included angle between them. اه يعني مش لازم الاقي three elements بس يا مستر زي بعض. لا. ده لازم كمان يحققوا ال conditions اللي احنا اتفقنا عليه. طيب. number four. first. لكن first side equal first side. number one يبقى ادي S. والsecond side equal للsecond side. اوكي? يبقى دي number two. طيب number three ايه? قال لك اه ده الاسي بنسميه common side. وطالما common side يبقى هنقول عليه ايه? اس? اس? هنقول عليه ايه? اس? اس. طيب. number five. هنعمل ايه? هنعمل ايه? قال لك number five هنا يا مستر. اول حاجة من دهالك. اول حاجة عندنا? في number five. بيقول ان angle equal to angle. طيب يبقى احنا كده لقينا angle equal لبعض. ادي الانجل وادي انجل. كويس جد. ولقينا كمان angle وانجل equal لبعض. هو عملي الماركة لستور زي بعض. يبقى ادي كمان انجل. اه يبقى انجل وانجل لازم الاقي side. بس اي side لأ. لازم يكون side join between their verses. قال لي ايوة يا مستر ما اللين دوت common. هو موجود تبع triangle الاولاني وموجود تبع triangle التاني. طالما لقيت common side يبقى ده كأنه هو side اللي عندنا. اللي بيعمل match between their verses. يبقى ده وكده هنسميه asa. طيب number six. لو لقينا side equal side يبقى دي s. وside equal side يبقى دي s التانية. طيب يبقى الانجل هنا. اه الانجل دي included. طيب الانجل دي included between the two sides. لا. يبقى دي هنقول عليها ايه? not congruent. ليه not congruent? لان الانجل هنا. هنفوض هنا الانجل وهنا الانجل هما اللي يكونوا equal. دبعا. يبقى ايه انجل دي يعني لازم تكون ما بين the two sides اللي انت قلت عليهم ان هما ايه? congruent. طيب. the second example. how can we do it? ها. انت ابوضة تفجير بيقول لك يا مستر. ان ال b d equals to c d. فبقى له طيب يبقى دي is the first information. number one. number two. measure angle a d b equals measure angle a d c. اوكي. يبقى دي is the first information. this is the second information. and they ask you is the triangle a b d congruent to the triangle a c d. تفاني يا مستر عشيكون congruent لازم يكون مديني three information. طيب ايه هما three information? فبقول له كده الفرست عندك. ايوا. بقول له ان هما congruent ليه? بقول له لان ال triangle دوت ال a b d عنده ثلاث حاجات. number one. قلنا ان ال b d equal c d. وده كده يا مستر صايد. number two. قلنا ان الانجل عندك اللي هي ال a d b equals الانجل. a d c. وده كده انا لقيت ايه? انجل. طب لما يكون عندي صايد وانجل. يبقى انا اسني كمان صايد. اللي يا مستر ما تنساش. في عندك ال a d ديت. is common صايد. وطالما لقينا ال a d common صايد. يعني ايه common صايد? يعني هي موجودة في تريانجل ده وتريانجل ده. يبقى انا كده لقيت الكيس اللي هي a s a s. طيب. بقول لك explain why a d bisect angle b a c. يعني هي bisect يا مستر. يعني divided into two parts. divided into two equal parts. يعني part ده. الpart ده هيكون equal لبعض. the next question. لو انا معايا a b c d is a rectangle. whose diagonals intersect at m. ايبا الdiagonals ده بقول لك intersect. يعني intersect يعني part equal part. والpart ده equal part ده. ده معنى ال a diagonal intersect at m. احنا كدنا اخذنا في rectangle. لما يكونوا two diagonals intersect. so each part here are equal. صحيح. بيسألك باب يقول لك is triangle a b c congruent triangle d c b. فقول له طيب. triangle a c b و d c b. number one. طالما دوات rectangle. فبقول له اول حاجة. اننا لازم يكون عندك في rectangle two diagonals are equal. يبقى a c congruent لي مين? لل d b. this number one. او قد ال a c congruent لل d b. طيب. number two. عن لي مستر angle b equal angle c 90 degree. اللي هي right angle. تمام? ايب انا كده لقيت كمان right angle. وليت كمان اللي هي ال high continuous. يبقى لقيت r و h. فاضلي ايه? فاضلي ايه? فاضلي one side بس كمان يكونوا equal لبعض. قال لي مستر مش دارك تانجل فقول له اه? فقول له طيب ال a b و c d هما الاتنين ايه? طيب يبقى ال a b equals المين? لل c d. ها يبقى كده الصاعد. طيب لما لقيت ال r h s. ساعتها ان اقول ان two triangles are congruent. the next question. in the opposite figure. ها? find b a. بيولا كنا b a equals b c. طيب بديس number one. يبقى b a equals b c. يبقى اللي هو ال a first side. طيب number two. اللي ميديك يا مستر كمان ان is d a. ها? equals d c. يبقى كده second side. يبقى انا كده اما بدور على third side اما بدور على ايه? على انجل. طيب يا مستر مش دول two triangles لازقين في بعض? يبقى d b دوت بنسميه ايه? common side. برافو عليكم. يبقى d b is common side. اه يبقى انا كده لقيت ايه? لقيت side وسide وسide. طيب في الكيست تكلم عن كده قال لي اه اللي هي ال s s. طيب لما لقيت s s s. ساعتها هنقول ان two triangles دولت are congruent. بدي بقى triangle اللي هو اسمه a b d وال c b d are congruent. طيب لما هم congruent. فيقول لي find measure angle a d c. عاوز يجيب الانجل دي بكام? فبقول له طيب سهلة. لو الانجل دي باتي والانجل دي بفورتي. بقى الانجل دي الواحدة بكام? كنا خدنا. اننا ما اجيب ال triangle. اي triangle بتكون الانجل ساعت كلها بان هندرد ايتي. يبقى نعمل وان هندرد ايتي مينس ايتي بلاس فورتي. اللي هتطلع معنا ايكوالز كام? طيب تمام? طيب لما تكون الانجل دي بسكستي. الانجل تحت دي كمان هتكون بكام? اللي ما هي ايكوال ليها. مش احنا اتفقنا في الكونغران. لما اوصل لكلمة يبقى الانجل اللي هنا لازم يكون الانجل اللي هنا. يبقى لو دي بسكستي يبقى دي كمان هتكون بكام? بسكستي. يبقى سكستي بلاس سكستي تطلع معنا ايكوالز وان هندرد توينتي ديجريز. يبقى انا اول حاجة قلت انه هم كونغرانت ليه? عشان خاطر موضوع الاس اس اس. وتفاعل ان الانجل والانجل بقوا ايكوال لبعض بسبب الكونغرانت. يبقى لما عمل لهم بلاس يطلع معنا بكام? بوان ار اتش اس. the next question. find the required under each figure. طيب هو مديك تو تريانجلز دولة. مفروح ان انا عندي صايد ايكوال لصايد وصايد ايكوال لصايد والانجل دي يتبقى ايكوال الانجل دي. ليسمها ايه فرتكالي افزت انجل. تمام? تمام. يبقى دو كده اس اس. طالما اس اس يبقى تو تريانجلز ار كونغرانت. طالما هم كونغرانت لو انت عاوز تجيب انجل دي. يبقى انجل دي هتبقى هي هي زي مين? زي انجل سي. طب انا انجل سي اجيبها ازاي? اقوله طب انا جوة تريانجل ده. عندي الانجلز بوان هندرد ايتي مينوس. وان هندرد توينتي فايف بلاس ثيرتي. اللي هي كام يا مستر? اللي هي وان هندرد ففتي فايف. طيب نجيبها. تطلع معنا الانسر ايكوال توينتي فايف ديجري. يبقى الانجل سي هتبقى زي انجل دي بالظبط لان ام ايه? طيب the next one. بيقول لي فاين دي. طب الاول حاجة التوتر انجل ده الكونجران طبعا مش كونجران. طبعا ما عندي ايكوال للسايد. يبقى دي اول اس. والسكند سايد ايكوال للسكند سايد. والاي سي كومون سايد. يبقى اس اس اس. طبعا ما هم كونجران. يبقى قدر اقول ان الانجل هنا زي الانجل اللي هنا يبقى الانجل ثيرتي دي. هتكون زيها زي انجل مين دي اللي هي برضو بثيرتي. طب لو الانجل دي كلها بأيتي. يبقى البي اي سي الوحدة دي هتكون بكام? اللي اه لو دي كلها بأيتي. وهما الاتنين ايكوال لبعض. يبقى الانجل دي الوحدة هتكون بي فورتي. طيب the next question. ها? لو انا معايا two sides are equal. يبقى ادي site. طيب ومعانا كمان common side. common side. يبقى ادي كمان ايه اس. طيب ومعانا right angle. اه طالما معايا right angle. يبقى هدور على ايه? اللي هندور على ال RHS. ال R اللي هي right angle. وال H اللي هو الهيبتينيس. لل first triangle هو نفس الهيبتينيس لل second triangle. تمام? ولقينا S inside equal site. طالما لقيت الكيس عندي اسمها RHS. يبقى دولك كده ايه? congruent. طالما congruent يبقى اي angle هنا لازم تكون equal للانجل اللي هي النحية التانية. طيب هو عاوز يجيب الانجل XLY. فبقول له سهلة جدا. طالما انت عاوز تجيب ال XLY. خلي بالك ومديك دي كلها 40. يبقى ال part اللي فوق بتوينتي وال part اللي تحت بتوينتي. يبقى كل انا هعملوها هعمل 180 minus 90 plus 20. يا مستر معلش جبت ال 90 منين. ما هي ال right angle يا حبيبي. طب ده right angle وده 20. تمام? ليه 20? لان الانجل دي كلها وكاتب عليها ان هي 40 دي كلها. يبقى دي 20 ودي 20. يبقى 70. وكذا يكون حبيبي خلصنا لسنة النهاردة. Thanks a lot for your watching. ساشتحي اللي practice كتير على ال questions اللي احنا خدناها. سي ان شاء الله in the new video. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.